موسيقى مشاهدين الكرام أسعد الله وغاتكم بكل خير من قناة السعودية نشرة أخبارنا المفصلة والبداية بالعناوين قادم الحرمين الشريفين وافقوا على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية والثالثة لستة وستين مواطنا لتبرعهم بالدم موسيقى وزارة الداخلية تؤكد السيطرة على حريق السودة دون تسجيل أي إصابات موسيقى إدانات خليجية وعربية لمحاولات الميليشيات الحوثية الإرهابية استهداف المدنيين في المملكة موسيقى أهلا بكم وإلى التفاصيل صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثالثة لستين مواطنا لقاء تبرع كل منهم بدمه عشر مرات كما صدرت الموافقة السامية على منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لستة مواطنين لقاء تبرعهم بالدم خمسين مرة موسيقى صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة الرائد محمد الغامد صرح بأن القوة الخاصة للأمن الدبلوماسي تمكنت من القبض على مواطن بالعقد الرابع من العمر بعد اعتدائه بآلة حادة على حارس أمن بالقنصلية الفرنسية بجدة نتج عنها تعرضه لإصابات طفيفة وقد تم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم كما تم إيقاف الجاني واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة في مقر الإمارة بجدة اليوم رأس اجتماع للجنة الطوارئ بالمنطقة واستمع سموه إلى شرح عن أعمال اللجنة خلال الفترة الماضية وخططها المستقبلية حتى زوال وباء كورونا بإذن الله وقدم سموه شكره وتقديره لعضاء لجنة الطوارئ بالمنطقة نظير الجهود الكبيرة للقطاعات الأمنية والصحية والخدمية في التعامل مع الجائحة واتخاذ التدابير كافة للمحافظة على صحة المواطن والمقيم التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بوزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضل والوفد المرافق الذي يزور المنطقة حاليا وجرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات ذات العلاقة بعمل الإدارات التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة واستعراض الأعمال والمهام المناطة بالوزارة والمشروعات التابعة لها أقب ذلك دشن سموه عددا من المشروعات المائية والبيئية بمدينة جازان وعددا من محافظات ومراكز المنطقة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 228 مليون ريال رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء الاجتماع الثالث لمجلس إدارة الهيئة عبر الاتصال المرئي وجرى خلال الاجتماع استعراض نتائج الاجتماع الأول لقادة اقتصاد الفضاء العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية المقامة بالتزامن مع رئاسة المملكة لمجموعة العشرين بهدف تنسيق جهود الاستخدام السلمي للفضاء من قبل الوكالات في أكبر 20 دولة اقتصاديا على مستوى العالم ودعم الجهود القائمة والمستقبلية للدول الأعضاء للنهوض بمستوى الاستثمار العلمي والاقتصادي لقطاع الفضاء ورفع تنافسيته واستدامة أنشطته والترحيب الدولي بمبادرة المملكة للدعوة لهذا الاجتماع الذي يشارك فيه للمرة الأولى قادة أهم الهيئات والوكالات المعنية بشؤون الفضاء وتأسيس المملكة لمؤشرات قياس الأثر الاقتصادي لقطاع الفضاء بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي التابعة للأمم المتحدة ومكتب الفضاء الخارجي بالأمم المتحدة ثمن صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران ما يقدمه فرع بنك التنمية الاجتماعية بالمنطقة من خدمات للمستفيدين تشمل برامج التمويل ودعم الأسر المنتجة واطلع سموه خلال لقائه بمدير عام فرع البنك مانع بن حمد على الدليل الموحد لمبادرات الدعم المقدمة من بنك التنمية الاجتماعية للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناتجة عن مواجهة تفشي فيروس كورونا إلى جانب استعراض نطاق مبادرات الدعم والفئات المستهدفة ودعم ركيزة الانتاج من جهته أشار مدير الفرع أنه تمت إقامة عدد كبير من الدورات التدريبية وغرش العمل إلى جانب دعم المشاريع والاستثمارات النوعية ومتناهية الصغر في القطاعات الواعدة ذات الأولوية تفقد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم طريق القصيم مكة المكرمة وافتتح سموه الممر العلوي لطريق الملك عبد الله ببريدة أمير منطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز تفقد مشروع تنفيذ طريق القصيم مكة المكرمة وطلع سموه على نسب الإنجاز ومرحل العمل التي يجري تنفيذها كما وقف أمير القصيم على تنفيذ تقاطع طريق المدينة المنورة سريع مع طريق القصيم مكة المكرمة واستمع لشرح مفصل وموعد اكتمال المشروع هذا المنجز الحقيقة وما رأيت على الواقع في إنجاز هذه الوصلة التي تصل طريق مكة إن شاء الله المزمع إن شاء الله الانتهاء منه قريبا والذي يسير على قدم وساق إن شاء الله تعالى في الأيام القادمة هو الحقيقة منجز ليس بالسهل هناك إن شاء الله نية إلى أن يكون إن شاء الله خلال سنة بالكثير إن شاء الله سنة وأشهر غليلة ويكون هذه المرحلة جاهزة وسوف بإذن الله تعالى يكون المخرج لطريق مكة المكرمة من طريق المدينة الرياض جاهزا إن شاء الله تعالى بجميع مستزماته وجميع جسوره أمير القصيم دشن الممر العلوي لطريق الملك عبد الله بمدينة بريدة بقيمة إجمالية للمشروع تجاوزت خمسمائة مليون ريال تتضمن عدد من التقاطعات والجسور والأنفاق والممرات تقاطع على طريق الملك عبد الله والجسور وما نفذ فيه خلال الأشهر الماضية الحقيقة نفذ بوقت قياسي كبير يشكر عليه الحقيقة أمين المنطقة وزملائه العاملين الحقيقة في الجهات الهندسية والرقابية مثل هذه المشاريع هذه الأعمال الجبارة ولله الحمد تدل دلالة واضحة على أن قيالة رشيدة قيالة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد عزيز حفظه الله سموه لعيد الأمين أخي صاحب السموه لكي الأمير محمد بن سلمان لا تألو ليلا ولا نهارا في الحقيقة يعني البذل والعطاء لتنفيذ هذه المشاريع مشروعات تنموية حيوية تسم في تكامل منظومة الطرق والنقل داخل المدن والربط بين مناطق المملكة لأخبار السعودية علي العطينان القصيم استعرض صاحب السموه الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم الموضوعات المتعلقة بمشاريع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وتعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية التي تقدمها الوزارة من خلال المشاريع والخدمات المقدمة بالمنطقة جاء ذلك خلال لقاء سموه بنائب وزير الصناعة والثروة المعدنية المهندس أسامة الزامل يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة ونوها سموه بما يحظى به هذا القطاع المهم من اهتمام ومتابعة من القيادة الرشيدة أي يدها الله مشيرا إلى أهمية القطاع الصناعي في توسيع القاعدة الاقتصادية للمملكة أفق مستهدفات رؤية المملكة عشرين ثلاثين عبر التكامل والشراكة الحقيقية مع مختلف القطاعات الحكومية لتحقيق التطلعات المأمولة من القيادة الرشيدة ولتوفير فرص وظيفية مميزة لأبناء وبنات الوطن كما التقى صاحب السمو الملكية الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم فضيلة الشيخ سامي الصغير بمناسبة تعيينه عضوا في هيئة كبار العلماء وقدم سموه التهنئة للشيخ الصغير بمناسبة تعيينه متمنيا له التوفيق في أداء مهامه وخدمة دينه ووطنه مثمنا الدور المهم الذي تقدمه الهيئة بالمملكة وتقديم كل ما يخدم الدين الإسلامي الحنيف التقى صاحب السمو الملكية الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل بنائب وزير الصناعة وتروة المعدنية المهندس سامه الزامل وعددا من مسؤول الوزارة وثمن سموه دعم القيادة الحكيمة للتوسع في المشاريع الصناعية وانعكاسها على تنمية وتطوير المناطق وصناعة الفرص الوظيفية والاستثمارية لأبناء الوطن كما التقى أمير منطقة حائل بمدير الدفاع المدني بالمنطقة اللواء عبداللهر كيان وجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير العمل المستويات أعلى واستعراض أبرز منجزات الدفاع المدني بالمنطقة خلال العام المالي الماضي وأشهد سموه بدعم القيادة الرشيدة واهتمام سمو وزير الداخلية بكل ما يعود على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين والتقى سموه أيضا بمدير عام الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة محمد الغويري وأجرى خلال اللقاء مناقشة آليات تطوير العمل لمستويات النعلى كما استعرض الغويري تقرير إنجاز الإدارة العامة للأحوال المدنية بالمنطقة للعام الماضي وأكد سموه أهمية البرامج التطويرية حتى على مضاعفة الجهود والعمل على كل ما يخدم المواطنين في المنطقة ومحافظاتها كما التقى أمير منطقة حائل الدكتور فرحان الشمري بمناسبة تكليفه مديرا للشؤون الصحية بالمنطقة ونوه سموه باهتمام القيادة الحكيمة بتطوير القطاع الصحي والخدمات الطبية في المملكة مؤكدا أن الطموح ممتد للوصول لمستويات أعلى بإذن الله للخدمات الصحية في المنطقة ومحافظاتها نوه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة بمستوى الدعم والاهتمام الذي يحضى به القطاع الصحي بالمنطقة من القيادة الرشيدة على مدار العام جاء ذلك خلال استعراض سموه عبر الاتصال المرئي البشاريع الصحية الجديدة بالمنطقة المركزية والتي تشمل مستشفى الأنصار الجديد ومستشفى السلام للطوارئ والرعاية العاجلة وتطوير مراكز الرعاية الصحية بمشاركة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيع واستمع أمير المدينة المنورة لشرح عن خطط وزارة الصحة لتطوير مشاريع مراكز الرعاية العاجلة المحيطة بالمسجد النبوي الشريف وهي مراكز الصافية ومركز باب المجيدي ومركز باب جبريل رعا صاحب السموي الملكي الأمير سعود ابن نايف ابن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية عبر الاتصال المرئي ختام النسخة الخامسة والعشرين من مسابقة الهيئة الملكية بالجبال للقرآن الكريم وشهدت المسابقة مشاركة واسعة بلغت أكثر من أربعة آلاف متسابق ومتسابقة ونفذت على ثلاث مراحل شملت مدينة الدمام ومحافظات الجبال وحفر الباطن والأحسى والخفجي ونوه سموه بحرص واهتمام القيادة الرشيدة بالقرآن الكريم ودعمها المتواصل للمسابقات والبرامج المعنية بنشر وتحفيظ القرآن مؤكدا سموه في كلمة الله أن القرآن إشعاع من الوساطية والاعتدال وقيمة من قيم الإنسانية السامية من جهة ثانية التقى أمير المنطقة الشرقية برئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح رميح الذي قدم لسموه إجازا عن جهود الهيئة في تطوير الأنظمة والتشريعات لدعم قطاع النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وأشار سموه إلى المستهدفات التي رسمتها رؤية المملكة عشرين ثلاثين لتكون المملكة نقطة ربط بين دول العالم ومحطة الرئيسة في الخدمات اللوجستية مشيدا بالجهود التطويرية التي قامت بها الهيئة لجذب البزيد من الاستثمارات لتطوير القطاع دشن صاحب السمو الملكي لمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل مبادرة متاجركم الثانية التي أطلقتها لزنة ريادة الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة في منتزه لفيرة واستعرض مجموعة من شباب وشابات الأعمال تجاربهم وأفكارهم التسويقية أمام سموه خلال الجولة التي قام بها في أركان المتاجر مشيدا بجهود وأفكار الشباب والشبات ومبادراتهم ومبادرات في غرفة حائل والقطاع الخاص موسيقى 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 وفي آخر المستجدات حول فيروس كورونا في المملكة حيث أعلنت وزارة الصحة تسجيل 435 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا في المملكة إلى 346482 فيما سجلت 455 حالة تعافي جديدة ليصل عدد المتاعفين إلى 333005 حالات كما سجلت 15 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 5363 موسيقى هذا واختيرت وحدة اللقاحات في مركز الملك عبدالله العالمي للأبحاث الطبية كيمارك ضمن 10 جهات عالمية لإجراء اختبارات تهدف لتوحيد معايير بيولوجية لتقييم اللقاحات المختلفة ضد كوفيد-19 وكجزء من تحالف دولي من قبل عدد من المنظمات على رأسها منظمة الصحة العالمية وأعلنت كيمارك انتهاءها من نتائج دراسات كوفيد-19 المتعلقة بالمعايير الدولية وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المعايير في نوفمبر من قبل منظمة الصحة العالمية استعرضت شعبة المؤسسات العامة والحكومة الرقمية التابعة لإدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية الاتجاهات والمبادرات الرقمية التي أطلقتها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة ضمن استجابتها لجائحة فيروس كورونا وجاءت المملكة في مقدمة الدول الأكثر مشاركة للمبادرات الرقبية الوطنية خلال فترة الجائحة والأولى من حيث عدد المبادرات المرشحة بواقع 17 مبادرة تنوعت في خدماتها ومجالات عملها من بينها المنصة الإلكترونية لمركز التطوع الصحي وتعد المنصة التابعة لوزارة الصحة واحدة من أهم وأبرز عوامل نجاح التطوع الصحي في المملكة خلال الجائحة والشهادات الموثقة بعدد الساعات التطوعية ونجحت المنصة في جمع أكثر من 100 ألف متطوع صحي في مختلف التخصصات حيث أكملوا تسجيلهم وفتحوا حساباتهم فيها ليكونوا على أهبة الاستعداد للبدل والعطاء وتقديم الخدمات التطوعية في أي وقت يشهد الاقتصاد العالمي ركودا تاريخيا أثر على الحكومات والأفراد سلبيا وسط مخاوف عالمية من موجة أخرى لفيروس كورونا المستجد قد تزيد من المخاطر الاقتصادية وترفع نسب الفقر عالميا جلبت الموجة الأولى من فيروس كورونا ركودا اقتصاديا عميقا تمنى العالم أن يخرج منه قبل نهاية العام الجاري أو بحلول منتصف العام المقبل على أسوأ تقدير إلا أن عودة الوباء إلى التفشي تعني أن هذا الركود سيكون أكثر عمقا ولسيما في ظل إجراءات الإغلاق في كل القطاعات تقريبا وأشار خبراء اقتصاديون إلى خشة الحكومات في الدول الغربية أن يرتفع أعداد الفقراء بصورة لا يمكن السيطرة عليها في المستقبل لأسيما وأن العجزة عن تسديد الديون بات يسيطر على المشهد الاقتصادي والاجتماعي العام المؤشرات على عمق الموجة الثانية تظهر يوميا على الساحة خصوصا في القارة الأوروبية والولايات المتحدة وبدأت عمليات الإغلاق الاقتصادي تتوالى جزئيا ماضية قدما نحو الإغلاقات التامة ربما في الأيام القليلة المقبلة الكل ينتظر لقاحا ناجعا ملاحقا لفايروس كورونا وهذا اللقاح لم يظهر بعد بصيغة نهائية باستثناء بعض التجارب هنا وهناك لكن المشكلة الكبرى لا تزال حاضرة وعلى هذا الأساس فإن الموجة الثانية من كورونا إذا أحكمت قبضتها في الأسابيع القليلة المقبلة ستزيد من مصاعب الاقتصاد العالمي كله خصوصا على صعيد المجتمعات الفقيرة والمحدودة والمنخفضة الدخل وصلت معدلة الإصابة بفايروس كورونا في الارتفاع في جميع أنحاء العالم رغم تشديد الإجراءات وعودة تدابير الإغلاق في دول عدة لا تزال العديد من دول العالم تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفايروس كورونا المستجدة حيث أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن تسجيل أكثر من 72 ألف إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية وتسعمائة وحالة وفاة واحدة أما في بريطانيا فقد تجاوز إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بالفايروس التسعمائة وخمسة وأربعين ألف إصابة والوفيات تجاوزت الخمسة والأربعين ألف بعد حوالي ثمانية وثلاثين أسبوعا من إعلان تسجيل أول حالة مصابة بالفايروس في المملكة المتحدة السلطات الفرنسية وعلنت عن إعادة فرض الحظر العام ابتداء من غد الجمعة وحتى الأول من شهر ديسمبر في محاولة لكبح تفشي فايروس كورونا المستجد كوفيد 19 بسبب الزيادة الواضحة في عدد الإصابات والوفيات جراء الإصابة بالفايروس واكتظاد المستشفيات بالمصابين ومن فرنسا إلى ألمانيا حيث حذر وزير واقتصادها من إغلاق الحدود مرة أخرى في حال لم يتقيد السكان بالإجراءات الجديدة للتصدي لفايروس كورونا يذكر أن الحكومة الألمانية أعلنت إغلاق المطاعم والأماكن العامة طوال شهر نوفمبر المقبل اعتبارا من يوم الاثنين القادم وفي الصين بؤر التفشي الفايروس أعلنت السلطات المحلية عن تسجيل 47 حالة إصابة بفايروس كورونا ليصل إجمالي الإصابات منذ بدء الفايروس إلى ما يقارب 86 ألف شخص في حين يستقر إجمالي عدد الوفيات عند 4634 شخصاً أرقام متزايدة يشهدها العالم مع بدء ما أطلقت عليه بعض الدول الموجة الثانية من انتشار الفايروس نتيجة لبعض الممارسات الخاطئة والاستعجال في الانفتاح العام دون مراعاة للإجراءات الوقائية التي أوصت بها المنظمات الصحية مشاهدين الكرام النشره مستمرة ولكن بعد الفاصل أهلا بكم من جديد تنطلق يوم الأحد المقبل المرحلة الثالثة للعمرة وتسمح بالعمرة والزيارة والصلوات من داخل المملكة ومن خارجها تدريجية وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الممكنة بعد تطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية والتنظيمية والتي تصل طاقتها التشغيلية إلى 20 ألف معتمر و60 ألف مصل و19 ألف وخمسمائة زائر في اليوم وأكد وكيل وزارة الحج والعمرة لخدمات الحجاج والمعتمرين عمر المدع أن الوزارة رفعت الكفاءة التشغيلية للقطاع لمتابعة رحلة ضيوف الرحمن بشكل يحافظ على سلامتهم كما نوه بأن المرحلة الرابعة والأخيرة تتضمن أيضا السماح بالعمرة والزيارة والصلوات وبنسبة 100% من الطاقة التشغيلية الطبيعية ضمن مبادرات جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة وبالتعاون مع إدارة الرعاية الصحية المنزلية تم ترميم منزل لمريضة من مرضى الرعاية ضمن مبادرة سلامة مرضنا من سلامة منازلهم وتقوم الجمعية بعدة مبادرات إضافة للخدمات الطبية وغير الطبية تقدمها للمرضى وسد احتياجاتهم وللحديث أكثر عن هذه المبادرة ينضم إلينا من المدينة المنورة مراسل أخبار السعودية زميلنا وائل رفيع بداية وائل رحب بك معنا في هذه النشرة ونود أن تحدثنا والسادة المشاهدين عن ما هي هذه المبادرة وكذلك أهم المبادرات والخدمات التي تقدمها الجمعية تفضل أهلا زياد وأهلا بمشاهدين الكرام ومشاهدي السعودية حقيقة تعتبر جمعية الرعاية الطبية المنزلية إحدى الجمعيات الرائدة والفعالة في المدينة المنورة وتقدم العديد والكثير من المبادرات لا سيما في هذه الأوقات أوقات الجائحة وحقيقة لدى هذه الجمعية مجموعة من المبادرات للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا فيما يلي أن يكون معنا سعادة أو معالي سعادة معالي مدير هذه الجمعية الدكتور عبد العزيز السراني حياكم الله معالي الدكتور رئيس مجلس الإدارة نود أن تحدثونا عن هذه الجمعية وعن المبادرات التي أطلقتموها بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الإنبياء والسيد نبينا محمد وعلى عليه وصحبه وسلم حياك الله خوائل وحيا الله الجمهور الكريم لا شك أن المملكة العربية السعودية اليوم أخذت هدفا من أهدافها الأساسية وهو الجمعيات الخيرية والعمل الخيري والتطوعي ولله الحمد حقيقة هذه الجمعية أحد الجمعيات التي تحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان وسموه النايب وحقيقة علما بأن هذه الجمعية طب المنزلي هي جمعية وليدة لم تتجاوز أو أقل من السنة هي بدأت قبل الجائحة ولكنها عملت ولله الحمد أعمال كثيرة وهي تعتني بالمريض في منزله ولا شك أنها قدمت عدد كبير من الحمد لله من الخدمات التي وزعت ولا على الشريحة التي خلفي ويلتقطها المصور لربما تعطي كثير من ما عمل ولكن المبادرة التي عملنا عليها في الأيام الماضية وهو أن المريض الذي في المنزل يجب أن يكون في بيئة سكنية جيدة وعلى هذا عملت هذا اللجنة وأطلقنا هذه المبادرة لكي يكون الأطباب الصحي جيدا لا بد أن يكون المريض في سكن جيد والله الحمد قمنا بترميم عدد كبادرة أولى مبادرة أولى عدد ثمانية مباني إن شاء الله تعالى وسكن لبعض المرضى ليلة البارحة والله الحمد يمكن أحدها سلم للمريض الأول وهي لسيدة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تجد فيها الخير كل الخير بإذن الله تعالى دكتور أيضا لديكم عدد من المبادرات منها توزيع سلال غذائية منها أيضا تأمين أنظمة اتصالات ومجموعة من المبادرات الأخرى ما هي الخطة الاستراتيجية لديكم في الجمعية بإذن الله خلال الفترة القادمة الخطة الاستراتيجية أن المريض بالنسبة لنا هو المريض أولا وبالتالي كل ما يهتم للمريض وما يحتاجه سوف يحقق له في منزل خاصة ممن هم يتواجدون في المنزل ولعل هذه الجائحة خاصة في ذلك الوقت لربما تعددت بعض المبادرات المعينة كما ترى يعني عدد من تسليم بعض الاتصالات المعينة بعض أيضا حتى المبالغة الملية منها الخير ونحن حالنا حقيقة هو هو توصيل الخير لأهله هناك أياد بيضة كبيرة في هذا الوطن الكريم وبالتالي نجد إن شاء الله تعالى من يستحقها وما علينا في هذه الجمعية إلا نوصل هذا الخير لأهله وبالتالي الجمعية لديها إن شاء الله تعالى خطة استراتيجية قادمة لزيادة أيضا ما يخص المريض من سرير ومن أجهزة طبية يحتاجها في منزله سوف تؤمن له بإذن الله تعالى حسب الحالات الموجودة بإذن الله معالي دكتور أخيرا التواصل مع هذه الجمعية والتعاون معها لمن يريد هناك الكثير من المتطوعين والمتعاونين يرغبوا أن يتواصلوا مع الجمعية هل هذا الجانب متاح لديكم؟ أبدا هي الجمعية الخيرية هو باب فتتح المملكة العربية السعودية للمجتمع لتضع بوابة خاصة للعمل الخيري ولله الحمد هذه النوافذ الآن منتشرة بكثيرة ومنها هذه الجمعية فنقول لأي من يريد في مجتمع المدينة المنورة وأي مجتمع آخر لنا حسابات في الموقع وأيضا لها حسابات في البنوك ومن أراد أن يتبرع يتأكد تأكد تام بأن هذا الدعم سوف يصل إلى مستحقيه بإذن الله وهناك رعاية كاملة خاصة لدى الجمعية لجنة طبية خاصة هي التي تقدر هذه الأمور وأيضا لجنة أخرى لعملية الكشف عن المرضى التي ممكن نبحث عنهم هنا وهناك ونصلهم بإذن الله تعالى في بيوتهم معالي الدكتور عبدالعزيز السراني رئيس مجلس إدارة جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة شكرا جزيلا لكم وأتمنى لكم التوفيق شكرا لكم ونراكم دائما على خير في طريق الخير بإذن الله إذن زياد هذه بعض الأعمال التي يقوم بها الزملاء هنا في جمعية الطب المنزلي بالمدينة المنورة والمبادرات التي أطلقتها الجمعية خلال الفترة الماضية كل التوفيق لهم ولجميع من يقدم العمل الخيري في هذه البلاد المباركة وهذا الوطن المعطى بكل تأكيد زميرنا مراسل أخبار السعودية هواء الرفيق شكرا جزيلا لكم كنت معنا من المدينة المنورة دشن المدير العام للتعليم بمنطقة حائل الدكتور منذر البلاهد جائزة وسام التمييز حيث راعت حرم سمو أمير منطقة حائل عن بعد حفلة تكريم الفائزات بالجائزة في موسمها الثالث نتابع جائزة وسام التمييز هي جائزة أطلقها مكتب التعليم بجنوب حائل للبنات التابع للإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل حيث راعت حرم صاحب السمو الملكي أمير منطقة حائل الأمير الهنوف الفرم عن بعد حفلة تكريم الفائزات بجائزة وسام التمييز في موسمها الثالث للعام الدراسي ألف واربعمية واربعين ألف واربعمية واربعين للهجرة هي جائزة لمسابقة تستهدف الطالبات والمعلمات والقائدات وكذلك الإداريات والمشرفات والوكيلات وهدفها إيجاد بيئة تنافسية بين المستهدفات وإثارة روح المبادرة والابتكار والإبداع وتطوير أساليب العمل من خلال نشر مفهوم التمييز والذي يساعد بالتأكيد على إيجاد بيئة إبداعية تفاعلية مع كافة المعنيات بالعملية التعليمية وتستهدف الجائزة الطالبات والمعلمات والقائدات والإداريات وكل من يعمل في التعليم للبنات بإيجاد بيئة تنافسية بينهم وخلق روح المبادرة والابتكار لتطوير أساليب العمل في ظل توفر البدائل والبيئات التعليمية الافتراضية مثل منصة مدرسة وقنوات عين تفتحت مجالات مختلفة للإبداع في هذا المجال هذه التجربة زودت الميدان بخبرات جديدة ومجالات مستجدة للإبداع وخلق بيئة تنافسية ومبادرات من نوع مختلف فعلى سبيل المثال أطلقت مؤخرا أو أطلقت مسابقة مدرستي على مستوى الوزارة حرصة معالي الوزير على إطلاق مسابقة مدرستي لكافة الطلبة وأعضاء الكادر التعليمي بالإضافة كذلك إلى أولياء الأمور وقد حصل مكتب تعليم جنوب حائل للبنات سابقا على شهادة الآيزو كأول مكتب تعليمي يحصل على هذه الشهادة على مستوى الوطن العربي في نظام الجودة بالمدارس لأخبار السعودية عبدالعزيز غرير حائل اختتمت أنشطة حملة حائل وردية للكشف المبكر عن سرطان الثدي هذا العام في ظل الظروف الاستثنائية بسبب جائحة كورونا حيث حققت الحملة أهدفها المنشودة وذلك من خلال اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية المزيد في التقرير التالي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور سعادة وكيل إمارة منطقة حائل للشؤون التنموية اختتمت أنشطة حملة حائل وردية التي أقامتها الجمعية الأهلية لرعاية مرضى السرطان بسمة وذلك للكشف المبكر عن سرطان الثدي فيه جهود رائعة تقدمها الجمعية فيه جهود تكاملية وتشاركية من القطاع الخاص ممثل بشركة سمنت حايل الله عظيم العافية اليوم نلمس التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لنشر التوعية في المجتمع لتحقيق الأهداف وأهم الأهداف الصحية وتقليل عدد المصابين من خلال الكشف المبكر للمرض ومحاولة الحمد لله القضاء عليه في بداية الحملة أقيمت هذا العام في ظروف استثنائية وبعمل الإجراءات الاحترازية بسبب جائحة كورونا حيث لم تتوقف وأطلقت وحققت أهدافها في بث رسائل التوعية للكشف المبكر لسرطان الثدي من حيث العمل على وسائل التواصل والبروشورات والستاندات في الأماكن العامة لا شكل الجمعية الخيرية دور رئيسي في الشراكة في دعم العملية الصحية حيث غالبا تتركز المؤسسات الطبية بتركيز على منح التشخيصي والعلاجي وجزء أيضا تثقيفي ويبرز دور الجمعية الخيرية في عملية التثقيف الصحية حيث تصل هذه الجمعيات إلى أعلى نسبة من المجتمع يكون لها دور محفز لتحريك المواطنين والمقيمين لزيارة المراكز الطبية لإجراء الفحوصات خلال هذا العام 2020 نظرا للظروف الستثنائية التي يمر فيها العالم بسبب جائحة كورونا والجراءات الاحترازية والجراءات التباعد الاجتماعي وبالشريك مع شركة تسمينت منتحايل اللي هم الشريك الرئيسي للحملة وضعنا خطة لتنفيذ هذه الحملة من خلال الوسائل الرقمية مرصات التواصل الاجتماعي ومواقع الالكترونية وللوصول إلى أكبر شريحة بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال أفلام قصيرة وموشين جرافيك وبوسترات ومنشورات رقمية استطعنا نحن نحقق أهداف هذه الحملة كما أن الحملة في هذا العام حققت أهدافها المرجوة بدعم من إمارة المنطقة وشركة اسمنت حائل ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية لأخبار السعودية عبدالعزيز غرير حائل أعلنت أمانة محافظة جدة طرح فرصة استثمارية مميزة لإقامة مشروع مخيمات بيئية سياحية وأنشطة ترفيهية بنطاق بلدية بريمان الفرعية على مساحة إجمالية تتجاوز المليون متر مربع وبفترة تعاقد تمتد لسبعة أعوام كما يتيح للمستثمر تخصيص مساحة للعربات المتنقلة الخاصة بالسكن بمواصفات عالية موسيقى ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم من جديد استمرارا للمبادرة والمساعدات الإنسانية التي تقوم بها المملكة في مختلف أنحاء العالم دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى لإجراء عمليات العيون المجانية للمرضى والمحتاجين في مختلف الولايات السودانية بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين ووزير الأوقاف السوداني بالتعاون مع مؤسسة البصر الخيرية دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية المرحلة الأولى لإجراء عمليات العيون المجانية للمرضى والمحتاجين في السودان العمل يأتي في إطار الجسر الإنساني الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله وولي عهد الأمين والمملكة غنية عن التعريف تقدم الخدمات الإنسانية للإنسان أينما كان في انطلاقا من مبادئ الشرع الإسلامي وتبدأ المرحلة الأولى لإجراء عمليات العيون المجانية في السودان للمرضى على مختلف الولايات السودانية بإجراء ألفين عملية على أن يتم توزيعها على ثلاث مراحل تستمر إن شاء الله في كل ولاية السودان وتخدم جزء كبير كدفعة أولى من عمليات الملك سلمان إن شاء الله ونسأل الله أن يتقبل وشاكرين والشكر أجزلوا لمملكة الإنسانية المملكة العربية السعودية إن شاء الله وجزاكم الله كل خير مبادرة المملكة العربية السعودية لإجراء عمليات العيون المجانية في السودان تستهدف المرضى الذين لا يملكون نفقات العمليات الجراحية والعلاجات مبادرة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لإجراء عمليات العيون المجانية في الخرطوم تجيء امتدادا للأعمال الإنسانية التي تقوم بها المملكة العربية السعودية محمد إبراهيم تلفزيون المملكة العربية السعودية الخرطوم وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عبر الاتصال المرئي اتفاقية مشتركة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان لتنفيذ مشروع تقديم خدمات الطوارئ للنساء والفتيات المتضررات من العنف القائم على النوع الاجتماعي باليمن ووقع الاتفاقية المستشار بالدوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله الربيع ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة نائب المدير التنفيذي للصندوق إب باترسون وتهدف الاتفاقية إلى إدماج النساء والفتيات الناجيات من العنف وتقديم الدعم لهم النفسي والاجتماعي بالإضافة لتعزيز آليات حماية المرأة والفتاة الوقاية من العنف والحد من انتشاره وتعزيز قدراتهن من خلال برامج التدريب الحرفي والمهاني يستفيد من الاتفاقية 28640 امرأة في محافظات يمنية عدة ونبقى في أخبار مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث وصل المركز دعمه للأسر اليمنية في محافظة حضر موت وذلك من خلال مشروع سبل العيش للأسر المستضعفة والمتأثرة بالأزمات نتابع في إطار دعم المملكة العربية السعودية لبرامج دعم وتأهيل الأسر المحتاجة بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث اختتم في مدينة سيئون بمحافظة حضر موت مشروع سبل العيش للأسر المستضعفة والمتأثرة بالأزمات حيث يهدف المشروع لتوفير فرص عمل لليمنيين تساعدهم على العيش الكريم لهم ولأسرهما في ظل الظرف المعيشي الصعب الذي تعيشه اليمن هذه الخطوة التي يقوم بها مركز الملك سلمان خطوة إيجابية وفي المسار الصحيح كونها ستعمل على تعزيز فرص العمل لدى هذه الأسر النازحة والمتضررة من الحرب في مناطق حضر موت مثل سيئون وغيرها هذه الدورات ستكسب المتدربين والنازحين الخبرة في مجال تسيير حياتهم اليومية والمعيشية المشروع استهدف أكثر من 675 مستفيد ومستفيدة بمدريتي سيئون وتريم من النازحين والمجتمع المحلي من خلال برنامج النقد مقابل العمل الذي يضم حملات النظافة والرصف والطلاء إلى جانب برنامج التدريب وعقد الدورات في مجالات صيانات الجوال والتمديدات الكهربائية والخياطة وتصميم الجرافيكس وورشة الألمنيوم مركز الملك سلمان مشكورا ليس من اليوم يعمل بل هو من بدء ما بدأ في اليمن بالعمل يساهم بشكل كبير في التنمية في اليمن ويعمل تنمية الأرض والإنسان معا فبالتالي هو يعمل على تنمية الإنسان بتنمية مقدرته على محاربة الفقر وأن يكون عامل منتق وليس عامل متسول تحت نظرية أن لا تعطني كل يوم سمكة ولكن علمني كيف أصدر دعم متواصل في شتى المجالات تقوم به المملكة العربية السعودية لسد فجوة الفقر ومكافحته في اليمن عبر تأمين مصادر دخل متجددة مروان نبيل لتلفزيون المملكة العربية السعودية عدن أعلنت وزارة الداخلية السيطرة على حريق السودة دون تسجيل أي إصابات وكانت فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير قد تلقت بلاغا باندلاع حريق في منطقة جبلية بمركز السودة وأعلن الدفاع المدني بالمنطقة أن الحريق نتج عنه اشتعال النيران في أعشاب وحشائش إحدى جبال قرية القوث كما أكد مدني عسير عن عدم وجود أي إصابات حتى الآن وتواصل فرق الدفاع المدني بمنطقة عسير أعمال التبريد في حريق السودة بالفرق الراجلة والتمشيط بدقة للتأكد من عمليات الإخمادي والسيطرة الكاملة ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من موقع الحريق مراسل أخبار السعودية زميننا عبدالله آل عبيد بداية مساء الخير عبدالله نرحب بك معنا في هذه النشرة أطلعنا وأستاذ المشاهدين على آخر المستجدات لديك وإلى أين وصلت فرق الدفاع المدني في أعمال التبريد كذلك عن مدى التأكد من السيطرة الكاملة على الحريق وماذا أسفلت عنه التحقيقات الأولية تفضل الصوت والصورة لك مساء الخير زياد صحيح أنا موجود في قرية العزيزة تحديدا التابعة لمدينة أبهو لمنطقة عسير في منطقة مطلة على منطقة الحريق وتابعت كاميرا أخبار السعودية استمرار فرق الدفاع المدني الموجودة في الموقع لأعمال التبريد والتمشيط الميداني لأعمال الراجلة المنطقة هذه التي تتواجد فيها منطقة الحريق بناء على بيان وزارة الداخلية وأيضا ما نشاهده الآن في الموقع هو إخمادي للحريق وما زالت الأعمال جارية للفرق الميدانية للتبريد ما أود الحديث عنها أكثر في تفاصيل لهذه النشرة مع سعادة العميد الركن العميد الدكتور خالد الاعتابي مدير لدارة العامة للسلامة بالمديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة عسير حيك الله سعادة العميد الدكتور معنا ضيف عبر أخبار السعودية ودنا تطلعنا على أبرز التفاصيل الموجودة لهذه الحادثة حياكم الله جميعا ومساء البارحة في تمام الساعة السادسة وعشر دقائق ورد بلاغ إلى مركز التحكم والتوجيه باللدارة العامة للدفاع المدني بأبهى عن وجود حادث حريك في قرية العزيزة تحركت فرق المكافحة ومن خلال المعلومات التي وردت اتضح أن الحادث في منطقها أو تطور الحادث بعد وصول الفرق بدأت عملية المكافحة وركزنا خلال عملية المكافحة على أنصر الرئيسيين أولا عزل الحادث ومحاصرة النيران وعدم انتشارها الشيء الثاني البحث في المنطقة عن منازل ليتم إخلاءها الأعمال مستمرة منذ يوم أمس إلى الآن أيضا فيما يخص تواجد الجهات الحكومية المشاركة وأيضا الفرقة الطوعية التي ساندت فعلا العمل للمدير العامة للدفاع المدني كيف لمستم التعاون بين الجهات الحكومية؟ جهود جميلة والكل يعمل بروح الفريق الواحد وبروح معنوية عالية وهناك تعاون جميل من خلال غرفة القيادة الميدانية بإشراف وتوجيه مباشر من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير خلال الساعات الأولى أنشئ غرفة منطقة الإسناد الأولى الرئيسية على طريق السوداء ومنطقة الإسناد الثانية أنشئ أيضا غرفتين للعمليات غرفة القيادة الميدانية ونحن بالقرب منها الآن وغرفة القيادة المتقدمة في أعلى الجبل الأمامي اللي صار وقع فيها الحادث الكل يعمل بروح الفريق الواحد من خلال غرفة القيادة الميدانية هو بروح الفريق الواحد جميل العميد الدكتور العمل المنظم هو أساس مثل هذه العمليات والعلم محمد ينقل لكم جزء من تفاصيل العمل الميداني في الجبل تحديدا ما أود الحديث عنها أيضا المشاركة للجهات الحكومية مشاركة مميزة وتعطي انطباع جيد كيف لمستم أيضا جهود الإخوان في الدفاع المدني من ذلك الوقت كيف كانت المساحة التي كانت تشغلها الحريق أيضا المتوقع لإخماد الحريق خيرا الأيام القادمة أو الساعات القادمة نعم نعمل كمنظومة عمل واحدة نتكامل مع كل الجهات الموجودة في المنطقة ومساحة المنطقة المتأثرة تقريبا 300 ألف متر مربع ولله الحمد تم السيطرة بنسبة عالية جدا على موقع الحريق وتبقى بعض البؤر البسيطة التي تعمل الفرق الأرضية الآن لمكافحتها كما تستمر عمليات المسح والتمشيط والتبريد لبعض البؤر البسيطة وإن شاء الله خلال وقت قريب جدا راح يتم انتهاء الحادث بإذن الله أيضا فيما يخصي بالأمس أو خلال الأيام الماضية كنا موجودين في تنومة واليوم في السودة ما هي توجهات المديري العام للدفاع المدني في مثل هذه الأحوال؟ نتمنى حقيقة من الجميع أن يتقيد بإرشادات السلامة وأن يكون هناك نشر لثقافة السلامة وأن نبتعد عن مسببات الحريق مثل إطفاء اللهب قبل مغادرة للموقع وعدم إشعال النار وقت هبوب الرياح كما نتمنى من الأخوة المزارعين عدم بقاء المواد القابلة للاشتعال في مزارعهم وأن يكون المواطن رجل الأمن الأول معنا في كل حال شكرا لكم وجهود ميزة للإخوان في الميدان شكرا لكم أيضا على هذه الاستضافة شكرا لكم إذن كما تشاهدوننا عزائي الكرام وجودنا في هذا الموقع تحديدا نتابع هذه الحالة سمو الأمير تركي من طلال سمو المشرف على غرفة إدارة الأزمة في هذا الموقع تحديدا كان موجود قبل دقائق في طائرة مروحية لتمشيط الموقع وهو الآن في غرفة القيادة الميدانية لمتابعة الأحداث عن كثب بمشاركة الجهات الحكومية المعنية في هذا الجانب وأيضا القطاع الخاص المساند وما يخص أيضا الفرق الطوعية الموجودة في الموقع زمينا مراسل أخبار السعودية عبدالله العبيد كنت معنا من عسير شكرا جزيلا لك أعربت الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوث الإرهابية المدعومة من إيران استهداف مناطق مدنية في المملكة وأكدت أن تزايد الهجمات الإرهابية الحوثية في الفترة الأخيرة ضد المملكة يعتبر تصعيدا خطيرا مجددا تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية ضد المدنيين والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها وأدانت مملكة البحرين بشدة مواصلة الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اعتداءاتها المتكررة على المملكة عبر إطلاق صاروخ باليستي باتجاه نجران مستهدفة أمنة وسلامة المواطنين والمقيمين وتشيد ببسالة وكفاءة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن في التصدي واعتراض الصاروخ الباليستي والطائرات المفخخة وتدميرها كما أدانت واستنكرت دولة الكويت استمرار استهداف ميليشيات الحوثي للمدنيين وللمناطق المدنية في المملكة واستهدافها بعدد من الطائرات المسيرة وعدت هذه الأعمال الإجرامية استمرارا وتزايدا لوثيرة والانتهاك صارخا للمواثيق والقوانين الدولية وتهديدا سافرا لأمن المملكة وشعبها وتقويضا لاستقرار المنطقة كما أدان الأردن استمرار ميليشيات الحوثي الإرهابية إطلاق طائرات بدون طيار مفخخة بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة وجدد الأردن استنكاره ورفضه لهذه الهجمات الإرهابية الجبانة المتكررة مؤكدا وقوفه الدائم إلى جانب المملكة في وجه كل من يهدد أمنها وأمن شعبها كما أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين أكد أن ميليشيات الحوثي تصر على مواصلة جرائمها الإرهابية بإطلاق طائرات بدون طيار مفخخة باتجاه المملكة مستهدفة المدنيين الأبرياء الآمنين وجدد العثيمين وقوف المنظمة وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها مشاهدين الكرام في ختام النشره نذكر لكم كريم المتابعة في أمان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة